السؤال الأكثر تداولاً في هذه الفترة وهو تشكيل الزمالك والأهلي لمباراة السوبر المصر هيكون ايه؟ هنقول لكم دلوقتي التشكيل الأقرب وليس التشكيل الرسمي انا ضقيق جداً التشكيل الأقرب تعالوا نشوف نبدأ من نادي الزمالك تشكيل نادي الزمالك الأقرب لمباراة القمة أمام النادي الأهلي في السوبر المصر يوم الجمعة القادمة هو كالتالي محمد عوات في حراسة المرمى أحمد فتوح حسام عبد المجيد محمد عبد الغاني حمزة المسلوسي وعمر جابر في خط الدفاع زكرية الوردي وأمام عشوره محمد أشرف روقة وأمامهم اتنين مهاجمين أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري تشكيل أقرب لنادي الزمالك لهذه المواجهة أما تشكيل النادي الأهلي الأقرب أيضاً وليس الرسمي لهذه المواجهة فهو كالتالي محمد الشناو في حراسة المرمى سنائي دفاع محمود متولي محمد عبد المنعم على اليمين أكرم توفية على الشمال علي معلول سلاسي في وسط الملعب حمد فتحي وعمر السلاية ومحمد مجد أفشا وسلاسي هجومي طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وشادي حسين وأحمد عبدالقادر ممكن يبقى بديل لبرونو سافيو بحسب اختيارات مرسل الكرس ده تشكيلين متوقعين سواء للنادي الزمالك أو للنادي الأهلي لكأس السوبر المصري يوم الجمعة القادمة في الإمارات الشقيقة إن شاء الله مباراة كبيرة ورائعة وسط جماهير مصرية رائعة تطلع مباراة حلوة تطلع مباراة محترمة طاليك بالأهلي طاليك بالزمالك طاليك بالزمالك